إعقاب عرض متعلق بقطاع المالية أزدى رئيس الجمهورية أوامر بتطوير أسطولنا البحري كي يكون مع نهاية السنة الجارية قادرا على التكفل التام بنقل البضائع مما يسمح بتوفير العملة الصعبة من جهة وتقوية الاقتصاد الوطني من جهة أخرى مع إعطاء الأولوية المطلقة في منح عقود الصيانة لأبناء الوطن وضخ عنصر الذكاء الوطني في القطاع والتقليص التدريجي من التبعية للخدمات الأجنبية وفي سياق ذيسلة أمر رئيس الجمهورية الحكومة بالإغلاق الفوري للموانئ الجافة غير المرخص لها واشتراط تجهيز المرخص لها بجهاز سكانير لتسهيل الرقابة الجمركية الحكومة مكلفة أيضا بإعادة تنظيم هذا القطاع وإلحاقه بالموانئ الوطنية بما يوفر خدمة الصيانة بعد البيع ويضمن الأمن القومي والسيادة الوطنية ووقف هدر العملة الصعبة في قطاع الصناعة والمناجم أكد الرئيس عبد المجيد بون ضرورة الإسراع في تنفيذ الخطة الصناعية المقترحة في إطار تنمية وطنية متوازنة حتى يلمس المواطن في الميدان أول فمرات التغيير وفي المنح نفسه أزدى أوامر بالانتهاء في أقرب الأجال من إعداد دفاتر الشروط لاستيراد السيارات الجديدة بكل أنواعها بشرط أن يكون الاستيراد مباشرة من بلد المنشأ الأصلي الذي تتقاسم الجزائر معه مصالح مشتركة واضحة في قطاع الصحة أزدى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد بون أوامر بتشريد الرقابة على بعض المستشفيات التي يشاع عنها في وسائل الإعلام الاكتظاث وعدم التكفل بمرضها هنا أعطى تعليمات بوضع طائرة خاصة تحت تصرف وزارة الصحة للتنقل في أي وقت إلى عين المكان للتأكد من مدى صحة المعلومات المنشورة هنا وهناك